طبعا بعد سرد هذه الأمور خليني أبتدي بشيء آخر كمان في خمس أمور اللي بيتميز بتميز ولادة يسوع المسيح عن أي ولادة أخرى في التاريخ وأنا ذكرتها طبعا عن أهمية الميلاد العذراوي إذا بترجع للحلقة السابقة فإذا خمس أمور اللي بيتميز فيها الولادة العذراوية نمرة واحد أن المسيح ولد من عذرا بكل تقول لي آدم آدم مخلوق وحواء مخلوقة والحقيقة بحسب الكتاب المقدس أن المسيح هو الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه وله وبه الكل خلق فإذا المسيح هو الخالق ولكن أحبائي ولد من عذرا لأن الولادة الطبيعية ومن رجل وامرأة فتعتبر معجزة خارقة أن المسيح تجسد في بطن المطوبة القديسة مريم العذرا الشيء الثاني اللي بيتميز ولادة يسوع المسيح أنه هو الوحيد الكامل بلا عيب القدوس البار المنفصل عن الخطى لا شر به هو حمل الله الكامل بلا عيب ولا دنس فإذا المسيح الوحيد لم يعرف خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية بل تحدى الناس من منكم يبكتني على خطية وكلنا أجمعنا أنه كل البشر خطاء لأنه تورثنا الطبيعة الساقطة الخطاءة من أبينا آدم وهذا طبعا أخطأنا في آدم واجتاز الموت إلى الجميع إذ الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إلا شخص واحد هو يسوع المسيح الكامل بلا خطية بشهادة الأعداء والأصدقاء أما الحقيقة التالتة أحبائي اللي بتفرد واللي بتميز فيها المسيح بالولادة العضروية أنه تمم نبوات لا حصرة لها وتكلمنا طبعا في الحلقة السابقة عن تتميم النبوات أنه ما كانتش مجرد تكهن ولا تخمين ولا محاولات النوم لكن احنا بتكلم على نبوات من ألاف السنين بتناغم وأنبياء كثيرون تنبأوا عن مجيء المسيح وطبعا بدون تناقض وكل نبي كان بعيش في فترة زمنية معينة في ظروف معينة سواء سياسية أو اجتماعية ولكن بالتفصيل تمت هذه النبوات شيء رابع المسيح هو الوحيد بما أنه تجسد هو الوحيد الإله الكامل والإنسان الكامل جوهر واحد طبيعة واحدة كيان واحد فالمسيح يحمل الطبيعتين الإنسانية والإلهية لكي يكون الفادي لكي يكون مخلص البشر وأخيرا ولد أو ولاد العذروية بتتميز طيب ابن الله جاء إلى هذا العالم كان ممكن يصنع المعجزات ويطير في السماء ويبرهن نفسه وقدرته العظيمة ولكن تعاطف مع الإنسان مع جسم بشريتنا واشترك في اللحم والدم وفعلا صار إنسان لكن بدون خطية إنسان كامل لكي يقوم بعمل الفداء لخصها الرسول بولوس قائلا صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطى الذين أولهم أنا أو كما قال في رسالته إلى غلاطية ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني حتى نكون أولاد وبنات الرب وهذه ما تميز ولادة يسوع المسيح العضروية ابقوا معي سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة